نحو 9 ملايين نسمة تعيش في محافظة بغداد فقط ما يفوق 21% من سكان العراق بالكامل ويذهب البعض إلى أكثر من ذلك ما يجعل بغداد أكثر محافظات العراق اقتضاضا بالسكان ومن أعلى ثلاث عواصم عربية أيضا اقتضاضا هذا العدد الكبير ترافقه تحديات كثيرة تتمثل بالخبات الأساسية التي تتشارك في تلبيتها محافظة بغداد مع أمانة بغداد وعدد من الوزرات فيما تتصدى المحافظة للجزء الأكبر بعد تسلمها صلاحيات عدد من الوزرات كالتربية والصحة وغيرها ملف بناء المدارس يكون من الملفات الشائكة في العراق وبغداد تحديدا فمع زيادة عدد سكان من الطبيعي أن تزداد الحاجة إلى المدارس التي أعلنت المحافظة عن إنجاز 214 منها عامي 2021 وعام 2020 بينما تشرع لإنجاز عددا آخر هذا العام فما هي حاجة بغداد من المدارس اليوم لنتحدث عن المستشفيات فإنشاء مستشفيات جديدة أو تجهيزها من مهام المحافظة أيضا بعد نقل صلاحيات وزارة الصحة فهل نجحت المحافظة في تلبية احتياجات بناء أو أبناء بغداد من المستشفيات والمستوصفات وكم هي الحاجة الفعلية للمستشفيات أما المياه الصالحة للشرب هي أيضا من أهم مقاومات الحياة الكريمة وأبسط الحقوق للإنسان رافق مشاريعها التلكؤ في السنوات الماضية لأسباب اقتصادية أو أمنية أو حتى شبهات فساد فما هو واقع مياه الشفة أو مياه الشرب في بغداد وهل يوجد مناطق تعاني عدم وصولها إلى سكانها إضافة لملفات الزحمة المرورية والعشوائية داخل وخارج الحدود الإدارية لبلديات وطرق تحتاج إلى صيانة هي ملفات تتطلب التنسيق مع أمانة بغداد ووزارات الداخلية ووزارات أخرى فكيف تخطط المحافظة لذلك أسئلة مشاهدين كثيرة طبعا أخرى وعلامات استفهام عديدة نطرحها اليوم لبحث عن أجوبة لها أغلبها يخص الأقضية والنواحي وأطراف مدينة بغداد التي هي صلب عمل المحافظة فما هو واقع الخدمات اليوم في واحدة من أكبر وأعرق المدن في الشرق أوسط والعالم وما هي خطط تطوير وتحسين الواقع الخدمتي مقارنة بميزانية المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر